من بعد ما تأكدنا من الخبر وعرفنا اشي وقع بالضبط تم اختراق واحد تطبيق شركة سياش بنك لكي يلعب دور الوسيط ولي فيه المعلومات من الناس كاملين بما فيهم المغربة ومن ذلك الشيء بدأوا ينزلوه على اللي يلقوا عنده شي حساب عمر الحل دبراه باين كل شي خاصو يمشي قطع دوتاسيون اي كوميكس اما من الابليكاسيون ولا كيمشي الوكالة البنكية ديالو الاخدام عنده الابليكاسيون كيدخل ايقونة مي كارت من بعد كيدير جغي موان دوتاسيون ويدير بلوكي ولي يمشي شي حاجه من الاجباري على انه يقدم شي كاية اما في تطبيق سياش موبيل ولا على الرقم تالي لمركز زوبانة 47 او اللي يمشي الوكالة البنكية ديالو والسياش بنك ره وعدت اي واحد مشاتله اي شي حاجه غادي ترجع له من بعد ما يتكدو من ذلك شي وهنا نصل بلاغ ديال البنك سياش او الامس اكتشف عشرات من الزبناء من خلال كشف حسابهم عمليات لم يقوموا بها بالبطاقة البنكية في موقع شركة تكنولوجيا عالمية وعلى ادر تلقي الشكايات قام البنك على الفور بحضر الموقع الالكتروني المستهدف وبعد تحليل دقيق اتضح ان الامر لا يتعلق نهائيا بتغرفين نظام البنكي بل قد يكون عبارة عن عمل يقتل اختلاسية لبيانات بطاقات من مواقع وهمية همت البطاقة التابعة لبنوط مختلفة وفي بلدان عدة ويود بنك السياش ان يطمئن سبنائه الكرام المتضررين انه سيحثوا على تعويضهم اجماليا بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات المخصصة مركز زوبانا 47 47 تطبيق السياش موبيل ونستغل الفرصة لتذكير جميع زوبانا بغلق مخصصة التجارة الالكترونية دوتاسيون اي كوميكس للبطاقات الدولية من تطبيق السياش موبيل او من موقع السياش اونلين وذلك بعد كل عمليات شراء الكتروني وفي الاخير بنك السياش يؤكد مرة اخرى ان الحماية المعلومات من اولوياته وهو لا يتضخر جهدا في تقديم خدمات امنة لجميع الزوبانا الى هنا ننهي فقرة اليوم اذا اعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اشتراك او اعجاب شكرا لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة